السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم برحب بكل المشتركين معي في القناة وبرحب بالمشتركين الجداد معي في القناة وبشكركم على التعليقات النهاردة قراءة عاطفية لموليد برج السور نبدأ برج السور بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا برج السور برج السور في الفترة الاولى من القراءة المدة اللي احنا قلناها بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين هيكون عندكم في الفترة دي يعني الناحية العاطفية هتكون جيدة وفي تفاهم مع الشريك ده بالنسبة للمرتبطين وللمتزوجين لكن يا برج السور التارد بيحذرك في الفترة دي من العينات لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلغبط كل ده يعني ممكن تلغبط التفاهم والحب هيكون عندك شوية عينات كده تخلي بالك منهم اه شايفة في حب وتفاهم من الطرفين اه ممكن برج السور يعني تفق امور اه اه انت بتفهمها غلط في امور كتير انت بتفهمها غلط او تكون ردود افعالك مش مش ملأمة للموقف يعني مش على قد الموقف او غير الموقف خالص يعني ردود افعالك اما الغير مرتبطين الفترة الاولى من الكراءة في المدة الاولى برضو مناسبة جدا عندك للحب وفي عندكو احتمال كبير مقابلة الشخص المناسب يعني شايفة فترة جاية ان شاء الله فيها ارتباط وحب متبادل عندك فترة جاية جميلة جدا يا برج السور طب نشوف الطاقات الموجودة كده معنا في طاقات ترابية طبعا طاقتك شايفة كمان العزراء طاقة ترابية تانية غيرك وفي طاقات مائية ونارية كمان طيب يلا نشوف حكاية السور مع الابراج دي مع الطاقات الموجودة يعني في الاول عايز اقول ان شايفك يا برج السور مركز اكتر حاجة على الناحية العملية حابب تطور من نفسك على المستوى العاملي وشايفة بتفكر في يعني انك توصل لدرجات اعلى او شايفك كمان بتبتكر في شغلك يعني عندك افكار كتير جديدة وبتسعى لتحقيقها عايز تحققها عايز تنفذها ممكن في الفترة دي تلاقي ناس كمان تحاول تقلل من حماسك ده يعني شايفك متحمس جدا وشايفة فيه اشخاص بيحاولوا يقللوا من الحماس ده بس شايفك مصمم عارف انت بتعمل ايه وعايز توصل لايه وطبعا بالتوفيق لكل مواليد برج السور الناحية العاطفية شايفة عند مواليد برج السور شايفة انفصال شايفة انتظار عندك طاقة انتظار يا برج السور بعضوكو عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانفصال بعضوكو لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا وده سبب الانتظار اللي انت فيه يعني لسه بتحبه ولسه مستنيه يرجع يعني رغم انك مش بتظهر ده يعني شايفة مش بتظهر ده على اقل اللي حواليك شايفة فيه اشتياء وحنين من الطرفين يا برج السور يعني عند بعضوكو الحبيب برجه تعبين وبيفكر فيك باستمرار بيفكر كمان يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده عايش فترة تفكير وحساب للنفس يعني شايفة بيحاسب نفسه وبيحاسبك انت كمان بيحاسبك بينه وبين نفسه يعني كأنه كأنه بيعطبك او بيلومك هو تعبين جدا بس رغم كل تعبه ده انا شايفان مش عايز يتكلم في الفترة دي بعضوكو اتقفل الاتصال من ناحيته بس هكمل الكراءة كده واسحب كروتة شوف هيعمل ايه او هتروح لفين العلاقة بس شايفة في بعضوكو في الاتصال اتقفل تماما عشان كمان فيه كمان اه شايفة عند بعضوكو محكمة شايفة محكمة والطرف التاني عند بعضوكو داخل على حاجة جديدة او بيعمل حاجة جديدة بصوا شوفوا بقى هو فيه نسبة كبيرة جدا فيه رجوع للشريك بس مطلوب منك يا برج السور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك يعني مطلوب منك تكون ايجابي عندك افكار سلبية كتير عندك جواك فيه خوف وقلق كده وتوتر اغلب الوقت يعني اغلب اوقات يومك عايشها كده ما بتنامش كويس خالص اه يعني انا بطمنك برج السور فيه عندك تغيرات كتير ايجابية يعني انت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي اه وموفق باذن الله في اغلب امور حياتك اه وانت اصلا فلكيا يا برج السور في شهر مايو هيكون بالنسبة لك يعني بداية كل حاجة حلوة وانهاية كل سيء من حياتك يعني عايزاكوا تتفقلوا وتستقبلوا كده اللي جاي بس بس زي ما بقول دايما في الابراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية اه افتحوا ما نفذ الطاقة عندكم شايف عندك حزوص كتير يا برج السور اه وعندك يعني تدخلات الهية في امور في بعض امور حياتك يعني بعد ما عاشت فترة كبيرة في عندك ركود الحياة وقفة كده وتأجيل حصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعطلت عندك عندك فترة جاية آآ رائعة بصراحة في انطلاقات جديدة وكبيرة آآ شايف عندك يا برج السور كمان اتصالات فيها هيحصل اتصالات في الفترة القريبة اللي جاية ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير في لقاءات منها هتكون آآ يعني آآ فيها شوية كلام بس مش آآ بس مش هتكون آآ بشكل سيء قوي يعني آآ يعني هيحصل في لقاءات هيحصل فيها الاول آآ كلام كده مشدات كده على خفيف بس آآ هتتحل الامور بسرعة ان شاء الله كلها اتصالات ولقاءات آآ كويسة بالنسبة لك يا برج السور برج السور والعاطفة آآ يعني شايفة كمان عندكم بعض مواليد برج السور في الفترة اللي فاتت دي تعرض كتير لخزلان فشل متتالف علاقات يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج السور ما حصلش فيها اي اي نجاح يعني كلها علاقات وشايفة فيها انفصال يعني كلها برج السور ما توفقش فيها شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الاهل بعضكم عنده مشاكل كمان مع الاهل آآ قلبك قعد لفترة يا برج السور مكسور ولسه حاسس بدا لحد دلوقتي يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه حاسسه لحد دلوقتي آآ الانفصال اللي انا شايفة شايفة مع ابراج مائية وابراج مائية وفي حب كبير كمان يعني برغم البعض ده في حب كبير كمان نسبة كبيرة في رجوع مع ابراج مائية ان شاء الله يا رب وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي يا رب شايفة يا برج السور انت اتعلمت انت كمان اتعلمت كتير قوي يعني شايفة قعد آآ آآ او كنت تعبين وآآ كنت بتعاني بس في نفس الوقت هي كانت فترة تعليم بالنسبة لك كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني كان هو علمك حاجات كتير وعشان كده انت هترجع بشكل افضل يعني سواء حياتك عموما او حياتك مع الطرف التاني انتو هترجعوا بشكل افضل لاني شايفك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الامور بشكل اوضح يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلك من الطرف التاني انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحسب نفسك يعني كنت بتفتكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحسب نفسك عليها عرفت الاخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبط الدنيا عندك دايما اكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني انك تتعلم وده بيبقى المقصود على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا يعني اي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا ان احنا نتعلم يعني زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة او ببلاش بنتعلم بندفع تمن كبير قوي بس في الاخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها ايه اللي نعمله ايه اللي ما نعملوش ده حصل لك في الفترة دي كمان او وصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك انت شكلك كان فيه ناس بتدخل في حياتك او كان فيه كلام عن حياتك بتقولوا الاشخاص الاشخاص تانية ما كانش ليها ان هي تعرف حاجة عن حياتك انت في انت في الفترة دي اتعلمت انك كل شخص في حياتك ليه حدود وليه وضع معين هو موجود فيه ودي حاجة كويسة يعني برغم تعبك دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت لها فعلا اهو يعني الكارت اللي تلعلك تاني انت انت محتاج انك اي حد عملك وجع او سببلك الم يعني واتخدعت منه اه في الفترة اللي جاية انت تطلعه من دماغك ومن حياتك اي حد تسبب في كل حاجة انت مريد بيها او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا وده علشان تقدر تستقر يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك باجابية لان انت كمان يا برج الصور زعلت ناس عزيزة عليك في الفترة اللي فاتت بعضكو زعل ناس عزيزة عليه في الفترة دي اه وهي اصلا كانت فاترة توطر في حياتك اه اه لازم تحاول تصلح ده اه في علاقات يا برج الصور انت محتاج تصلحها وتشوف الايجابي فيها اه شايفة عندك استعداد شايفك مستعد في الفترة دي انك تبدأ اه وتعمل كده انك تصلح في علاقات محتاج انك تصلحها شايفك مستعد في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير بزاك لو في حد غالي عندك او عزيز كده انت مزعله آآ لازم تصلح ده مع ايه شايفة القراءة ايجابية وفي تطور كبير اوي في في معظم امور حياتك ان شاء الله فترة جاية يعني اكتر من رائعة بصراحة الاشخاص اللي اتعرضوا لخيانة آآ سامح يا برج الصور لان شايفة عند البعض الحبيب ندمان جدا عند بعضكو شايفة فيه ندم كبير جدا قلبه موجوع عليك اكتر من نفسه اشتركوا في القناة